أهلا بكم في المحاضرة الثالثة لمقرر mathematical foundations for data science and AI النهاردة إن شاء الله بإذن الله هناخد مع بعض derivatives and gradient optimizations أول حاجة إحنا نبدأ نقولها في المحاضرة دي إيه هنقول هو إيه هو الoptimization الoptimization دي كلمة تملي إحنا بنستخدمها لما بنشتغل data science سواء machine learning أو deep learning المقصود بيها اللي إحنا نقدر نحدد minimum and maximum value of a function يعني الدلة دي هي minimum value بتاعتها وهي maximum value بتاعتها علشان أقدر أزود performance أو accuracy الخاصة بموديل أنا عملته أي موديل أنا بصممه في data science له accuracy أو performance معين حسب أنا بشتغل إيه الأكيروسي عشان أزودها طبعا هي مش هتوصل مية في المية بس بيبقى فيه حاجة اسمها error functions error معين أنا error دي بحاول أقللها علشان أزود الأكيروسي كل ما أقلل error functions عندي الأكيروسي عندي بيعلى بتاع الموديل الموضوع الخاص بإلي أنا بعلي أو أزود الأكيروسي بناء على اللي أنا بجيب المنمم والمكسيمم ومكسيمم فاليو بتاعت الدلة نفسها ده إحنا نسميه الاوبتوميزايشن أنا باوبتوميز الاوبتوميز الفونشنزي بتاعتي أقل قيمة الفونكشنز بتاعتي أو قيمة الدلة بتاعتي علشان اقدر اوصل للبست بيرفورمانس مودل او البست اكيورس مودل او اكيورس مودل تعالوا مع بعض نشوف مثال عملي على الكلام ده علشان برضو نتصور الوتومازيشن هنا عامل ازاي المثال ده بعنوان عايز اختار باركينج العربيتي بيكون الجزء البكية اللي فيها اللي انا حركم فيها العربية دي تبقى اقل في درجة الحرارة يعني علشان لما ارجع مثلا اجركب العربية تاني ملاقاش عربية سخنة من جوا ولا حاجة فانا عايز بكية تكون درجة حراريتها قليلة فانا عندي دخلت الجراش من بوابة الجراش مثلا فدخلت لقيت عندي كذا بكية اخترت واحدة اللي انا واقف عليها اللي هي عند 35 درجة اللي هي دي طيب هل فيه طب هي 35 درجة هي سخنة طب هل ممكن فيه بكيات تانية اقل لدرجة حرارة فابدأ اتحرك الناحية دي واشوف اللي بعدي بلىقين درجة حرارة دي لا دي اسخن لا دي اسخن لا دي اسخن لا يبقى كده الفاترة الهاتجاه ده درجة إتحرك بتاع لكن مش بتقطع طب خلينا بقى اروح الاتجاه التاني اجي على الاتجاه التاني ابص الليENA اه لا ل Oracle الحتة دي كويسة شوية اتحرك أكدر ألاقي الحتة دي بقيت أحسن اتحرك هنا اه لا 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 دي احسن واحسن اجي لبعادها لك دي بقيت بقيت سخنة بقى يبقى هي هي النقطة دي اللي عندي اللي انا حركم فيها طب الكلام ده في الرياضة بيتم ازاي لو احنا عملنا كيرف ما بين المساحة المساحة من بوابة الجراش مثلا عشان اعرف الباكية اللي انا حركم فيها لدرجة الحرارة اللي موجودة في كل باكية باج اقول والله انا دخلت الاول في الباكية دي اللي عندي 35 درجة وبعدين اتحركت يمنها دي الفيرست ترايب بتاعتي لقيت درجة اتحركتها اعلى فقلت غيرت قلت لا خلاص انا هغير الناحية التانية ورحت لبوزيشن تاني طيب رحت بعد كده متحرك تاني وهكذا وهكذا كل ما اتحرك الاقي درجة اتحرك بتقل لغاية نقطة معينة هنا لو اتحركت بعدها هلاقي درجة اتحرك بتزيد يبقى النقطة دي عند 14 متر من باب الجراش هي اقل باكية في درجة الحرارة اللي عندي 25 درجة اللي احنا لان هي بتتحرك من اليمين الشمال اهي ده نجت في سلوب كله دول نجت في سلوب لغاية ماوصل لاقل نقطة هنا لما بجيب التانجنت لاين او المماس بتاعها بلاقي ان السلوب بزيرو ليه لان احنا خدنا من اول محاضرة خالص ان لما تبقى الخط اللي هو المماس موازي للاكس يعني معنى كده ان مافيش تغيير في الواي يبقى الدلتا واي بزيرو يبقى زيرو على دلتا اكس اي رقم زيرو على اي حاجة بتبقى بزيرو يبقى الاسلوب هنا بايه بزيرو وبعدين باجي بالنقطة اللي بعدها بلاقي الاسلوب بقى ايه لا بقى بزف لا في قيمة الاسلوب يعني معنى كده ايه ان اقصر نقطة بردة هي لما الاسلوب بتساوي زيرو اللي حقيقة ممكن يكون في الجراش اكتر من نقطة بردة او اكتر من نقطة الاسلوب بتاعها بزاوي زيرو زي دول كده لكن في نقطة واحدة فقط هي الابسليوت مينمم تمبراتشر احنا بتسميها الجلوبال مينمم والنقطة المينمم التانية اللي هي الاسلوب فيها بزيرو بنسميه اللوكال مينمم طيب تعالوا ناخد مثال تاني وده مثال مشهور قوي وناس كتير بتحب تدرسه لانه بيوضح ازاي بتعامل مع الاوبتوميزيشن لو فرد الي انا عندي ثلاثة ابراج كهرباء البرج اللبني والبرج البرتقاني والبرج الاخطر يعني ادي بورج و ادي بورج و ادي بورج وعايز ابني بيت بحيث لما اوصل البيت لبرج الكهرباء يديني اقل اقل قيمة يعني مدفعش فلوس كتير مصاريف اللي انا بوصل الكهرباء جوه البيت طيب شركة الكهرباء قالتلي والله تكلفة الخط الكهرباء من اي بورج لغاية مكان البيت اللي انت هتبنيه بتساوي ضعف او بتعتمد على ضعف المسافة اللي بينك وبين قرب بورج ليك طيب انا دلوقتي هحقق الموضوع ده هو مع بورج واحد بس وانطور هاخد اللبني طيب احط البيت ده فين علشان اقلل الكوست لو انا عرفت ان الكوست اوف كونيكشنز هي مربع او تكافي مربع المسافة بمنطال بساطة حاول ايه خلاص ما انا خلي مسافة اقل ما يمكن كل ما قللت المسافة يبقى الكوست اوف كونيكشن قلت طيب لو خليت المسافة زيرو زي هنا كده يعني تقريبا الاتنين ورا بعض مفيش تكلفة فهتبقى زيرو هتبقى ايه دي زيرو باور اتنين هتبقى بزيرو يبقى كده ايه قللت الكوست احنا خدنا او انا بديكو دلوقتي المثل ده على برج واحد علشان حد اعقده شوي اعقده ازاي او لو تعالى بقى نعمل الموضوع ده لو انا عايز اوصل البيت بتاعي على برجين يبقى واصل بالبرج اللبني اللي هو ده واصل بالبرج البرتقاني اللي هو ده واحنا عارفين من المثال اللي فات ان تكلفة اتصال كل برج عشان يمديلي كهرباء جوه البيت اللي انا عايز ابنيه بيعتمد على ايه على مربع المسافة اللي بين البيت وبين البرج خلينا نحط نقطة ابتدائية كده حنقول ان هي الاروجين اللي هي دي حنخلي ده الانشيال اللي هو الضلع ده فحقول ان المسافة ما بين الانشيال بتاعي لغاية اول برج اللبني هي ايه والمسافة ما بين النقطة الاتدائية بتاعتي وما بين البيت اللي انا عايز ابنيه هي اكس والمسافة ما بين البرج التاني اللي انا عايز اوصل بيه بينه وبين البيت هي بيه من نقطة البداية بتاعتي ازاي اعرف ابني البيت ده فين علشان احقق اقل تكلفة واتصل بالبرجين دول عشان الكهرباء المسافة ما بين البيت وما بين اول برج اللبني ده هي عوارة عن اكس اللي هي مكان البيت ناقص الايه اللي هي مكان البرج يعني اكس ناقص ايه يعني عشان اجيب فرق المسافة يعني عشان قاض اقدر اجيب ايه اللي هي المسافة اللي ما بين البرج والبيت بالزبط طيب المسافة ما بين برج التاني اللي هو البي والبيت حتبقى بيه نقص اكس طب ليه بيه نقص اكس علشان البرج التاني ابعد من البيت فأنا في العملية الطرح بطرح الكبير من الصغير أو المسافة الكبيرة من المسافة الصغيرة فبطرح البنقس الـ X طبعا إحنا عارفين من المثال الأوليني إن تكلفة توصيل الكهرباء من أحد الأبراج للمنزل بتعتمد على مربع المسافة يبقى حربع المسافة دي لها الـ X نقس الـ A هخليها X نقس A تربيع وحنفذ نفس الموضوع بالنسبة للبرجي التاني هخليها B نقس X تربيع طيب أي رقم بربعه وليكن مثلا 2 لو هو بالنيجاتف يبقى هو بتساوي كام 4 بالبوستف ليه؟ لأن التربيع بيضيع الإيه؟ الإشارة السالبة في الحالة دي الـ X أو الـ B نقس X تربيع نتجتها مش هتختلف عن الـ X نقس B تربيع فهغير دي هغيرها خليها X نقس B تربيع بس عشان أوحد مع البرج الأولين طيب تعالوا بقى نرسم الكرف بتاعنا الـ U shape بتاعنا اللي هو بتاع الكوادراتيك فانكشن وأقولي أن الكرف ده حيتساوي إيه؟ هو الأول التكلفة دي بتساوي إيه؟ حتساوي مربع المسافة بين البيت والبرج الأولاني اللبني زائد مربع المسافة ما بين البيت وبين البرج التاني يبقى هي دي تكلفة إجمالي تكلفة الـ الـ من بين البرجين والبيت بجمع الكوست ده على الكوست ده عشان يجيلي total cost بتاعت التوصيل أو التكلفة الإجمالية بتاعت التوصيل طب المفروض المفروض هنا عندي إن علشان أوصل للنقطة اللي هي فيها أقل تكلفة لازم الـ slope يسوي 0 يعني النقطة دي يبقى في الحالة دي لما أنا بقول slope تسوي 0 يبقى أنا هعمل إيه هاخد الـ الـ بتاعت الدلة دي فحقول دي دي خلي بالكو دي 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 بتكافل F برايم X بتعبير لجرانش وده لايبنز الـ اللي هي إيه بقى الفقش بتاعتي اللي هي X تربيع زائد X تربيع وحخليها تسوي الـ slope ده لازم مفروض يسوي الزيرو تعالوا نعمل الدريفاتف بتاعنا أنا عندي يعني عامل X ماينس دي كلها كأنها دلة واحدة واعمل لها اشتقاق هتبقى إيه نزل الباور النحية دي هتبقى 2 والباور الإجمال ناقص 1 فهتبقى 2 في X فقط والنفس القصة بالنسبة للتاني زائد 2 X B بتسوي 0 تعالوا نقسم الطرفين على 2 يبقى أنا في الحالة دي لما أقسم هنا على 2 وهنا على 2 وهنا على 2 يبقى الاتنين مع الاتنين دي حيبقى X ناقص A والاتنين مع الاتنين دي حيبقى A X ناقص B وطبعا زيره على أي رقم بزيره طيب تعالوا بقى فك X و X 2 X 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 الـ A زائد الـ B إقسم على 2 هتبقى إيه دي على 2 ودي على 2 الـ 2 دي هتروح مع دي يبقى في الحالة دي الـ X بتساوي إيه A زائد B على 2 يعني بمنطقة البساطة إيه المتوسط المسافة بين الـ 2 المسافة بتاعت البرج الأولاني زائد المسافة بين البيت والبرج التاني على 2 متوسط يبقى أنا هحط البيت في المنتصف ما بين البرجين ادي الـ A ودي الـ B ودي الـ X بتاعدي اهي طب تعالوا نعقد المضوع شوية وناخد المثال ده على 3 أبراج هضيف برجة أخضر كده وحقول أنا عايز أحسب تكلفة الاتصال ما بين الـ 3 أبراج والبيت يعني أنا حاخد من برج الأولاني واصلة كهربا للبيت وحاخد من البرج التاني واصلة كهربا لبيت وحاخد من البرج التالت واصلة كهربا للبيت في ساعتها ايه انسب مكان احطي ابني فيه البيت ده علشان يبقى تكلفة اتصال الكهرباء بالثلاث ابراج وليلة طبعا هو في نفس الكونديشنز ان الشركة بتقول ان تكلفة الكهرباء بتعتمد على مربع المسافة بين البرج بتاع الكهرباء والبيت طبعا في الحالة دي هيحصل ايه يبقى الكوست فانكشنز بتاعتي طبعا احنا نعمل نفس الموضوع هيبقى اكس نقص ا اللي هي دي وهيبقى البي نقص الاكس اللي لما تتربع تبقى الاكس نقص بي تربيع وهتبقى السي نقص الاكس برضو دي لما تتربع هتبقى الاكس نقص تربيع وهروح كاتب الكوست فانكشنز بتاعتي اللي هي فوق دي اللي هي بتساوي الاكس نقص اي تربيع زاد الاكس نقص بي تربيع زاد الاكس نقص تربيع يبقى دي الفنكشنز بتاعتي إلا أنا المفروض لو حسبتها حيديني الإيه المينمام كوست أنا لو أنا عندي هنا بقى جبت حاجة اسمها البرابول البرابول دي يعني المنحنة اليو شيب ده ده اسم برابول اليو شيب ده بيترسم بالقوادراتيك فنكشنز اللي هي الفنكشنز اللي بتبقى مربعة فلو انا عجبت البروبولة بتاع الاولاني والتاني والتالت زي ما انتو شايفين كده اهي وحاجم مع الصميشن اعلى نقط حاجمها فحيديني اللي هو البروبولة ده اللي هو البلاك ده اللي سود ده طب هاتوا بقى ده كده وحسبوا لي اقل نقطة فيه كامل اللي ايا دي اللي عندها اللي سلوب بتساوي زيره ده بيمثل مجموعة ثلاث حاجات دول حنعمل نفس اللي احنا عملناه بالزبط لما جينا نحسب الاتصال للمنزل بالبروجين الكهرباء اللي هو اللبني والبرتقاني حناخد الدريفاتيفز بتاع الفانكشنز اللي بقى دي على دي اوف اكس او بالنسبة دي اكس الفانكشنز بتاعتي بقى ايه اكس ماينس ايه سكوير زائد اكس ماينس بي سكوير زائد اكس ماينس سي سكوير وحنسوي الكلام ده بالزيره حنقول لان الاسلوب ده مفورد نسوي زيره وحبدأ اعمل عملية الدريفاتيفز على كل حاجة يعني اكس نقص ايه تربيع هتسوي اتنين في الايه في الاكس وفي النقص ايه نفس الموضوع الاكس نقص بي تربيع هتبقى اتنين مضروبة في الاكس نقص بي وحنسوي الكلام ده بسفر عندي اكس طبعا حقسم على اتنين باعملها عشان سيضيعي Review X نقص A زائد X نقص B زائد X نقص C بتسوي 0 طب فوق الأقواص يبقى عندنا عندي X و X زائد X و ZX يعني 3X نقص A و نقص B و نقص C بتسوي 0 هات الثلاثة دول الناحية التانية و غير الإشارة البوسط هيبقى الثلاثة X بتسوي A زائد B زائد C اقسم على الثلاثة الثلاثة دي هتروح مع الثلاثة دي هتبقى الثلاثة X بتسوي A الثلاثة B زائد C على الثلاثة ده متوسط تقريبا طيب من المثال الثاني والثالث نقدر نجيب الصيغة للفونكشنز دي أي أن كان بقى عدد الأبراج اللي أنا هتوحوص لهم أو عدد بقى هنا نغير بقى شوية نقول عدد الفاريوبرز اللي عندي أقول لك آه تعال دي بقى هنسميها سكوير لوس فونكشن ودي بنستخدمها كتير في الديتا ساينز سكوير لوس فونكشنز بتبقى إيه؟ لو أنا عندي أكس وعندي A1 وA2 وA3 لغاية A و2 سكوير لوس فونكشنز بتتحسب أن الأكس بتساوي A1 زادي A2 زادي A3 لغاية A و2 على الان على عدده يبقى دي كده أنا وصلت لإيه؟ للصيغة النهائية للسكوير لوس فونكشنز تعالوا بقى دلوقتي ناخد الفونكشنز أوف 2 فاريبولز أنا كان عندي الفف اكس لما كانت بتساوي الـ اكس سكوير ده فاريبول واحد ده هو الـ كنت برسم برابولة اللي هو الـ U-shape لزا ما قلنا واحد في 2-dimension هو صناء الأبعاد بعض في الـ X وبعض في الـ واي نقطة على الشيب أقدر أجيب الـ slope وأجيب الـ ده في حالة لو أنا عندي فاريبول واحد طب لو أنا عندي اتنين فاريبول أو أكتر لو أنا عندي اتنين فاريبول زي الـ والـ والـ of X and Y بتساوي X square plus Y square في الحالة دي أنا عندي two imputs two imputs two imputs اللي هو the x وال-y وعندي ايه one output اللي هو z طالما أنا بتكلم في X و Y و Z فأنا بتكلم في Three Dimension Graph اللي هو رسم سلاس الأبعاد في الرسم بتاع سلاس الأبعاد ده أنا عندي X و Y على الفلور الفلور اللي هي دي اللي هي الأرضي جزء الأرضي ده ده X و Y وعندي Z اللي هو Height اللي عمودي عليهم دي الأوتبوت بتاعتي ملاحظين في الشكل ده إن لو أنا عندي بالنسبة للX فأنا عندي نقطة في الX وقدر أعمل لها Tangent Line أو مماس وأخذ الأسلوب وعندي نقطة في الY وبعمل لها Tangent Line والنقطة دي برضو بتتقاطع مع الX برضو في نقطة اللي هي الدلة بتاعتي والتنين في بلان واحد أو مسطح اللي هو برطقان اللي قدامنا ده والمسطح ده بيلامس الكيرف بتاعي 3D كيرف بتاعي طب تعالوا مع بعض نوضح الموضوع أكتر من كده شوي لو أنا جيت في الرسمة ده بقول إيه أنا هاخد نقطة في مثلاً الواي سي إن الواي أربعة اللي هي دي لو أنا عملت عمودي كده حلقي الواي بتسوي أربعة في هنا ايه وروحت رسمت انتانجنت لاين بتاعي المماس بتاعي بقى هي في النقطة دي واجيت هنا في الاكس اتنين روحت ادي الاكس اتنين لما أنا أرسم الاكس كده موازي هي و هي في النقطة دي اللي هي الاكس اتنين وروحت عملت التانجنت لاين بتاعي واللي هو المماس وتقاطع مع الواي في نقطة اللي هي اجمال الده اللي هو اجمال التو فاريبلز بتاعي يعني معنى كده أنا عملت ايه هنا ثبت فاريبل وجبت الاسلوب بتاعي التاني وبعدين ثبت التاني وجبت الاسلوب بتاعي الاول أو بمعنى أصح ان الشيب او الكيرف اللي قدامي ده السري دي ده اسمت قطعتين واحدة في الاكس واحدة في الواي يعني علشان أنا عندي تقتوه فاريبلز يعني وكل فاريبلز جبت له اسلوب بتاعي عشان أقسم أو عشان أقسم الكيرف ده كله الاتنين يبقى كل واحد فيه وأنا بسميه بارشيال دريفتف بارشيال دريفتف لأنه هو مش الدريفتف الكامل بتاع الدلا لا ده أنا باخد جزء منه بعمله ايه بارشيال بعمله الايه دريفتفز بتاعته طب تعالوا نوضح الموضوع أكتر كمان في الرسم اللي أنا عملته اللي فاتت دي أنا قلت أنا عندي الدلا اف اكس اند واي اف اف اكس اند واي بتساوي ال اكس سكوير بلاس ال واي سكوير طب تعالوا نثبت ال واي زي ما قلنا خلاص ال واي كونستانت وحخليها اربعة زي ما احنا عملنا في السلاد اللي فاتت يبقى عندي اف اكس واربعة بتساوي اكس سكوير زائد اربعة سكوير طبعا لما اجيب الدريفتفز بتاعتها الدريفتف بتاع الكونستانت بزيرو والدريفتفز بتاع ده اكس سكوير هتبقى اتنينه في اكس يبقى دي اول دلا اول بارشيال دريفتف في ايه في الاتجاه اكس او بالنسبة ال اكس تعالوا نعمل نفس الموضوع بالنسبة ال واي احط الاكس بتساوي اتنين يبقى كده انا هسابت الاكس خليها بكونستانت واروح جايب الدريفتفز بالنسبة ال واي تبقى اف اف تو اند واي بتساوي تو سكوير زائد واي سكوير طب تو سكوير الدريفتفز بتاعته بزيرو ده كونستانت حيكون واي سكوير وواي سكوير الدريفتفز احنا عارفين طبعا اتنين واي يبقى الدي دي واي وفيكس بالنسبة ال واي يعني حتبقى تو واي يعني البلان اللي هو السري دي بيمثل ايه او بيحتوي على ايه على البوس تانجنتي على ال اتنين سلوب بتاع البارشل دريفتفز نوضح الموضوع اكتر برضو تعالوا ده الشكل بتاعنا اللي بيمثلي التو فاريبولس فانكشنز الشكل ده كده انا ممكن اقسمه طبقا لل لل اكس اكس او طبقا لل ايه للي هو ال اكس واي يعني طبقا للمحور اكس او لمحور واي يعني البنطقة البساطة هو بتجزق لي من ايه من حاجتين حاجة الاولى وانا عملته طبقا لل اكس زي ما انتشوفين ال اكس اهي فانا بقسمهم قطعتين كده بالنسبة لل اكس على البلان ده في بيديني زي ما انتو جاهفين الشكل ده بعد ما اتقسم يبقى انا فعلا النقطد d qual بنيها بالنسبة لل اكس قدر اجيب السلوب بتاعها او اقسمه على ال واي على ال واي اهو اروح قطو على ال واي بقي في الحالة دي انا اрокدر اجيب ايه النقطد دي على عند ال واي واجيب الايه اسلوب بفتاحه هو اجمال اللي اتنين دول مع بعض البارشال دريفتيف ده والبارشال دريفتيف ده بيمثلوا الدلة الاجمالية اللي هي في الفتو فاريبلز تيجي ناخدها عامل شوية انا عندي ده الفانكشنز الاول بتاعت الفاريبل الاولاني في الحالة دي انا بقول اللي انا اسم تبقى لل اكس او ال اكس هو فانا اسم زي ما انا قلت لكم جبتي بلان كده وروحت ايه اسمه تبقى لل اكس طب انا عندي الف و اكس اند واي بتساوي اكس سكوير واي سكوير طب انا لما بقسم بالنسبة لل اكس انا بقول زي المثال اللي احنا قلناه في السلاد اللي فات اللي ان الواي بكونسطنت الواي اذا كونسطنت والدريفتيف بتاع الكونسطنت بزيرو يبقى انا الاول حقد ايه البارشال دريفتيف اللي هو اف اكس اف اكس ده ده بارشال دريفتيف بالنسبة ال اكس. بتمثل ايه? العلامة دي. العلامة دي ايه? احنا بنقول عليها في الرياضة داي دي او في ايه ايه ناس بتقول عليها عشان يعني الدي دي بتبقى كلمة يعني مش مش فاميلر أوي بيقولوا عليها البارشيل. يعني ممكن ولا عليها ف بالنسبة لبرشيل اكس او بنقول عليها داي اف داي اكس. ايهما يا. طب البرشال دريفتف اف بالنسبة ال اكس هتبقى 2 اكس طبعا ما هي اكس تربيع البرشال دريفتف بتاع 2 اكس زي ما تعلمنا. والبرشال والدريفتف بتاع الكورسانت بزيرو. هيبقى البرشال دريفتف في ال اكس داي اف داي اكس بتسوي ايه? بتسوي تو اكس. ده بالنسبة لل اكس. طب بالنسبة بقى لل واي. واخد بلان ال واي على ال واي اهو. وقطعه. والجزء ده هو ال واي. وعملت التانجنت لاين في الحالة دي. انا هعامل الفاريابل التاني في الحالة دي اللي هو الاكس ازقى كونستانت. هخلي الاكس هو الكونستانت. السابت. وشيء طبيعي ان الدريفتف بتاعي الكونستانت بزيرو. يعني الاكس. ده بزيرو. يبقى انا لما اجيب البارشال دريفتف بالنسبة لل واي. اللي هي ضاي اف ضاي واي. او بارشال اف بارشال واي. هي بتسوي الزيرو اللي هي الكونستانت بتاع الاكس زائد اتنين واي. يبقى انا كده عندي ايه? عندي الاف اكس اد واي. اللي هي. هي two variables functions أو functions of two variables بتنقسم لحاجتين للpartial derivative اللي هو die f, die x بالنسبة إلى x و للpartial derivatives اللي هي die f, die y بالنسبة with respect to y بالنسبة إلى y وده مهم جدا يعرفنا الpartial derivative جيمين بنبدأ نتعامل معه لما نتعامل مع two variables أو أكثر تعالوا نلخص الكلام اللي احنا قلناه علشان أقدر solving functions of two variables بعمل إيه؟ بجيب الأول الpartial derivatives اللي هو f in respect to x يبقى هو annotation بتاعه f of x طيب، بعمل كل variables التانية اللي موجودة عندي في functions يعني لو أنا بتكلم هنا functions to variables لأفر functions دي ثلاثة variables أو أكثر باخد variables بينهم بعمل partial derivative بتاعه وباقيت variables كلهم constant بالنسبة لي وباقيت variables كلهم constant بالنسبة لي في الحالة دي أنا واخد two variables بس فحعمل x اللي هي اللي هاخد partial derivative بتاعها وحسبت ال y اللي هي ال constant وابدأ أجيب ال derivatives أو partial derivatives اللي هي die f بالنسبة لي x die f die y die f die x للدلة لو إلا بقول إن الدلة دي x square هتبقى partial derivative بتاعها two x زي ما اخدنا في ال status اللي فاته طب أنا جبت كده partial derivatives بتاعت variable من ال variables من ال variables اللي الدلة دي بتمثلهم هجيب بقى لبقيت variables لبقيت variables نفس الموضوع ال variables التاني أروح مثبت كل variables التانية اللي هي اللي هي عادة هو عادة variables اللي أنا هجيب derivatives بتاعته في الحالة اللي إحنا منتكلم فيها دي هنقول إن أنا هجيب اللي هو الـ الـ البرشال derivative ال الف respect to y اللي هو ال if wy وكل ال który التانية هعملها كconstant في الحالة بتاعتنى بال исторي الكون وهنبدأ اجيب الـ لنسبة three واي هذه بالنسبة لx وبالنسبة إلى y. تعالوا ناخد مثال كده ونشوف احنا فهمنا ايه من الجزء اللي فاته وده مهم جدا وبيجي عليه اسئلة كتير جدا. لو انا عندي فانكشنز زي اف اكس اند واي بتساوي ثلاثة اكس سكوير واي كيوبك يعني ثلاثة اكس تربيع واي كالتكعيب. هنعمل ايه؟ لو احنا شفنا الرسمة اللي احنا جبناها لما بنقول عندي الاف اف اكس اند واي بتساوي ايه؟ sẽ عامل البرشا الدريفاتيف بالضاي اف على ضاي اكس. والبرشا الدريفاتيف اللي هو الدي اف بالضاي واي. هنمسك الد durante الدي اف داي اكس وال будущ remains influential derivative بالنسبة لَكس. لما انا بقول pull towards theydrate. EPC. هي ايه? ان هي كونستنت. طب تعالوا كده نحط بوكس كده ازلل او اخفي الواي بي كانها مش موجودة. زي البوكس اللي انا احطه هنا ده كانها مش موجودة خلص. يبقى اللي هيزهر لي ايه? الف اكس اند واي الف اكس اند واي. اللي هي سري اكس سكوير. تلاتة اكس تربيه. اللي هو الجزء ده. طب هات البرشال دريفاتي في ساعته. اتضاي اف ضاي اكس. هيبقى ايه? هنزل اللي اتنين. هروح منزلها هنا. ومنقص منها واحد. هتبقى الشكل ده. تلاتة في تو اكس. هضرب بقى اللي اتنين في الست. في التلاتة هتبقى ستة اكس. واروح بعد كده شايل المربع او المزلل اللي انا مزلل بيه ليه? الواي. ونزلها زي ما هي. لانا يكون نستند في الاخر. يبقى في الاخر البارشال دريفاتيبز بالنسبة لل اكس. لو او ضاي اف ضاي اكس. بتساوي ايه? ستة اكس. واي. تكعيب. دي اول خطوة. لما نرجع بقى للتقسيمة الاصلية بتاعتنا اللي فوق دي. هاخد بقى الخطوة التانية. اللي انا عامل ايه? البارشال دريفاتيبز بالنسبة الى واي. هعمل نفس اللي عملته مع الاكس. هروح جايب مربع كده. ومزلل بيه الاكس. في الحالة دي الاكس سكوير انا بيش دعوه بالتلاتة. التلاتة ده ده رقم. ده سابت. انا عليها دعوه بالايه? بالفانشنز نفسها بالفاريبل. فاريبل اكس. يبقى هخبي الاكس. يبقى في الحالة دي انا هعمل بارشال دريفاتيب في مين? للواي. طب انا عندي الواي تكعيب. هتساوي ايه? هتساوي اتنين في الواي. تلاتة ناقص واحد باتنين. يبقى اتنين. يعني زي ما تشافيه كده التلاتة هتنزل. وحتبقى الواي تلاتة ناقص واحد. فحتجيني ايه? تلاتة واي سكوير. يبقى هنا تلاتة في تلاتة واي سكوير. ضارب التلاتة في التلاتة هتبقى بتسعة. وشايل الجزء المزلط اللي انا حطه على الاكس ونزله زي ما هو. يبقى البارشال دريفاتيب بالنسبة ايه لأكس? اللي هو ضاي اف ضاي اكس? بتساوي ايه? ناين اكس سكوير يسكوير او تسعة اكس تربيع واي تربيع. يبقى انا عندي. بالآخر البرشل F أو الدي F دي X بتساوي 6 X Y تكعيب والدي F دي Y بتساوي 9 X square Y square يبقى دول بيمثلوا لي البرشل ديريفتل 12 functions اللي هو F X and Y اللي هي بتساوي 3 أو 3 X square أو 3 X square Y أو 3 X تربيع Y تكعيب اللي هي دي يبقى دي اللي هي ده اللي هي اللي هي ده ده اللي هي لما نيجي بقى نتكلم على Gradient Gradient منطل البساطة أنا بحط البرشل ديريفتل على شكل فيكتور إيه هو الفيكتور الفيكتور دي حاجة لها magnitude و direction قيمة واتجاه ولو أكتر من أسلوب أنا بمثله بي لكن في حالة Gradient هنا أنا بحب أمثلها باللي هو بالماتريكس بالمصفوفة فأنا بقول إن الفيكتور الماتريكس إحنا هناخدها في الليلة الألجبرا إن شاء الله بس هو عمثا المصفوفة بتبقى مثلا زي كده لو أنا عندي مثلا هنا 3 وهنا 6 وهنا 5 إحنا بنقول دي المصفوفة بتحط بين الباكتس دول بنقول إن المصفوفة دي فيها ثلاث أعمدة ده العمود الأولاني وده العمود الثاني وده العمود الثالث وثلاث صفوف ده الصف الأول وده الصف الثاني وده الصف الثالث فبنقول إن دي مصفوفة ثلاثة في ثلاثة طب الفيكتور لا الفيكتور بيبقى ايه؟ وان كولوم او وان رو حسب. لكن احنا في الجريديم بنمثلها انه هو وان كولوم بيبقى فيه بيبقى فيه اتنين او اقصر حسب number of partial derivatives اللي عندي بالنسبة للدلة حسب عدد الفاريوز يعني. في الحالة دي مثلا المسال اللي فات لما احنا كنا بنقول ان فاحنا كنا بنقول ان الضاي اف ضاي اكس انه بارشال دريفتف بالنسبة لل اكس هي 2 اكس والضاي اف ضاي واي او البرشال دريفتف بالنسبة لل واي هي 2 واي. طب تعال بقى احط 2 اكس وال2 واي دول فين? احطهم في فيكتور. هيقول بص اهي كده بالظبط. دي العلامة دي اسمها النبلة. اخلي بالكوا هي مسلس مقلوب. يعني عشان بس حت محدش يتخلق يتلغبط. لما برسل مسلس كده دي معناها change او التغير. يعني لما بقول دلتا ويسمها دلتا دلتا اكس يبقى معدل التغير في اكس اقول دلتا واي يبقى معدل التغير في واي. لكن لما اقلب المسلس كده يبقى دي النبلة اللي هي الايه اللي هو الجاديانت. يبقى الدي اف ودي اكس ده ايتم. ودي اف ودي واي الايتم التاني. بمعنى صح بتساوي قيامهم ايه اللي هي الاتنين اكس واتنين واي. وده كده الشكل ده احنا بنسميه الجراديانت. وطبعا احنا بقى لما نقول المينموم فين بتاع الدوال دي. احنا لما كونا بنتكلم على ال two dimension functions. اللي هي في الحالة دي خيال مثلا بدي مستيبها للي هي ال اكس سكوير. فبقول اللي انا علشان اجيب. الاقل مسلا سيف. في المثال اللي احنا خدناه في اول المحاضرة اااا اقل درجة حرارة كنت مقول دور على النقطة ان اللي سلوب بتاعها بزيرو. ده المينموم. السلوب بتسوي زيرو. يعني يعني او فيه سلوب يعني الدريفافاتف بزيرو. الدريفاتف بتاع النقطة دي بزيرو. طب بالنسبة الثالث دلة التانية اللي هي three dimension. بقى اللي هي f of x y بتسوي x square y square. المنومة بتاع هحسيبه ازاي؟ ما هديه في three dimension. اقول لك both slopes يعني اللي slope بتاع two variables اللي فيها. ادور على النقطة ان اللي slope بتاع two variables اللي فيها بتسوي 0. ما احنا قلنا ان انا باخد tangent line لل x وتانجنت line لل y ما ماس هنا ما ماس هنا. اللي بتقطعه النقطة. النقطة دي هي لازم تسوي 0. زي ما احنا شايفين في الشكل ده كده. يعني النقطة دي هي اقل نقطة بتسوي 0. وملاحظين ان هي ايه؟ ان هي هي نقطة على الفلور اللي هو الفلور اللي هي الارضة هي اللي هي دي. ده النقطة حيث ان ال two slopes equal to zero. بمعنى لو انا مسلا جدت هنا ده ده x square. f of x بتسوي x square ده ده two d two dimension. فبقول ان ال f prime x اللي هو derivative of x بتسوي two x. طب دي منمام امتى? لما اللي slope ده equal to zero. يعني لما دلتين x equal to zero. slope بتسوي 0. هو اللي slope ده يعني يعني بيعبر عن ايه؟ يعني السلوب ده لو انتو فاكرين من محاضرة الاولينية ده عبارة عن ايه؟ السلوب ده منطلب بساطة هي عبارة عن اللي هي dy dx. وفي اللي هو اللي هي d dx على functions. فال functions هنا اللي هي ايه؟ اللي هي ال x square. طب انا مفروض السلوب اللي هو ده. يبقى انا باجيب لما اجيب الدريفتيف عشان خاطر اقول اقول ان السلوب ده بزيرو. يبقى انا حط الدريفتيف ده equal to zero. يبقى في الحالة الدريفتيف equal to zero. قد يبدي الدريفتيف بتاع اكس تربيع اللي هو two x. يبقى حطه بتسوي zero. يبقى الاكس بتسوي ايه؟ zero على اثنين بزيرو. يبقى الاكس بتسوي zero. يبقى لازم الاكس هنا زي بصه خط هنا على محور اكس بزيرو. ونفس القصة بالنسبة للواي. يعني لو انا جبت برضو الدريفتيف بنسبة لازم نفس القصة بزيرو. طب هي نفس الموضوع. هنا بقى عنده two variables. يبقى برضو الفريبلة اولانة ايه? الاكس بزيرو. والفريبلة تانية الايه? الاي بزيرو. ايه. لان الاتنين برضو نفس ايه? الايه? 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 النقطة دي؟ تعالوا ناخد مثال حنغير بقى حنقول ايه قودة ثونة عندي قودة ثونة ايه اللي احنا اللي انا شايفها تحت دي قودة الثونة دي ادي الاكس وادي الواي وادي الزد انا عندي واحد جوه القودة عايز يقعد في حتة مش حر اوي يعني مش حرارة اوي انا عندي درجة الحرارة بتوصل اكتر من 85 فانا مش عايز جزء حر اوي عايز ادور على حتة جوه القودة دي الجزء بقى مش حر اوي طيب انا عندي فانشنز بتاعة الحرارة فقودة الثونة هي الفانشنز دي ليهي ال اي في اي في اي فاتندي واي انا وبالتالي هو ممكن تحرق في القودة بالكامل فكل نقطة من دول هي سري دي يعني ليها ليها بعد في ال اكس ولها بعد في ال واي ولها درجة حرارة فكل نقطة من دول بتمثل تالي حاجات واحدة او بوت فبالتالي انا عندي المعدلة بتقول خمسة وتمانين اللي هي خمسة وتمانين درجة ناقص واحد على تسعين في اكس سكوير مضروبة في اكس ماينس ستة مضروبة في واي سكوير مضروبة في واي ماينس ستة دي المعادلة بتاعتي بتاعة القط الساول طبعا انا عندي واحد هنا هو لما بيجي يمشي كده يمشي كده لقى الدنيا حر لو هو بيتجه في الاتجاه ده الجو بيبدأ يبرد اكتر لغاية ما يوصل لنقطة النقطة دي هي ابرد نقطة موجودة في غرفة الساولة او معنى صح هي اقل درجة حرارة موجودة في غرفة الساولة طب ليه انا بقول ان هي اقل درجة حرارة موجودة في غرفة الساولة لانه هو لما بيتحرك يمين او شمال درجة حرارة تعلى فبالتالي يمين او شمال او وراء وقدام يعني ايا كان درجة حرارة تعلى فبالتالي هي نقطة دي اقل لوحد طب اجيبها ازاي طيب من شكل الدلل قدامي دي بيقول لي ايه شكل الدلل قدامي دي بيقول لي ان دي ايه ان دي فانكشن of two variables دي فانكشن في اتنين متغير متغير x متغير y طيب زي ما تعلمنا في two variables بعمل ايه بجيب الpartial derivatives بتاع الvariable الاولاني والpartial derivatives بتاعت الvariables التالي طب تعالوا نعملها ايه دي عندي الدل اهي هجيب die f die x اللي هو الpartial derivative بتاع الـ x اللي هو الvariable الاولاني ال85 constant بزيرو دي خلاص راحت ناقص واحدة على تسعين الواحد ده constant مضروب مش مجموعة يعني يعني بالتالي بيتحسب بكتبه واجي هنا اللي هي الـ x square في x ناقص 6 اللي هي دي هي دي بتكافي ايه لو انا ضربت الـ x square في القوس هتبقى x تكعيب ناقص 6 x تربيع صح وانا في المثال ده بالنسبة الـ x بعمل ايه بثبت الـ y يعني ما انا صح ايه زي ما تعلمنا بجيب بوكس كده واروح ايه بظلله بظلله طب تعالوا بالنسبة لدي هتليت بقى الـ x بتاعة دول الـ x بتاعة ده ايه 3x تربيع ما انا الثلاثة جيت نزلتها هنا وبعد كده نقصت الايه القوس بواحد فبقى الثلاثة x تربيع طب ناقص دي اللي اتنين هتنزل هنا هتبقى باثناشر هتتضرب في الستة دي هتبقى باثناشر اتنين في ستة باثناشر طب و الـ x الـ x هي ايه هي اتنين ناقص واحد هتبقى x اهي طيب يعني هتبقى 3x تربيع ناقص اتناشر x طب خد x عامل مشترك طلع على الـ x بر هتبقى x باور او x قصدي ما طول بقى ما افتح قوس 3x ناقص اتناشر اللي ايه دي لما اوصل للنتيجة دي اعمل ايه طبعا انا عندي هنا ما نساش اللي هي الواحدة على تسعين بالـ الواينس ها ما نساش يبقى انا كده جبت الـ بتاع الايه بالنسبة للـ بالنسبة للـ طب في حاجة ناقص اوه في حاجة ناقص اشيل بقى مش انا اقول تخبي ده انا خلصت اظهره فهتبقى y تربيع مضروبة في الـ y ناقص 6 ايه كده انا اظهرته خلاص طب تعالوا بقى نشتغل على ايه في الاتجاه الاخر الـ بتاعت الـ die f die y نفس الموضوع الخمسة وتمانين اللي فوق دي بزيرو وحاجة يبقى واحدة على تسعين طيب انا هعمل ايه هنا هروح عند الجزء بتاع الايكس واروح اعطت نفس البوكس اظلله كده كأنه مش موجود لان انا بعمل الايكس ككونستنت فبظلله كده ايه انا مليش دعوة بيكي انا داقتش هغال على الواي واجي في الواي هنا هتبقى واحدة على تسعين بالـ برضو y واروح اللي هي 3y ناقص 12 طب اضرب لا اللي هي لا دي دي الفاينال احنا هناخد ديه اللي هي y تربيع في y ناقص 6 ليه اللي فوق دي هتبقى y تكعيب ناقص 6y تربيع طب الـ دريفاتيفز دريفاتيفز بتاعها ايه 3y تربيع ناقص 12y خد عامل مشترك y برا هتبقى الواي بتساوي 3y الواي ناقص 12 اللي هي دي وبعد كده اروح شايل الايه التظليلي اللي انا حطه على آآ يبقى انا كده جبت الايه بالنسبة لل اكس وبالنسبة لل واي طيب او انا كده خلصت لا طبعا انا كولي انا اعملته لغاية دلوقتي اللي انا جبت ببارشال دريفتبز طب البرشال دريفتبز بيمثل لي ايه بيمثل اللي سلوب طب اقل نقطة ان عندها اقل درجة حرارة احنا قولنا بتبقى اللي سلوب بتسوي كام وانا الاسلوب بتسوي سفر يعني ايه الاسلوب بتسوي سفر يعني البرشال دريفتبز بتسوي سفر او الدريفتبز بتسوي سفر يبقى في الحالة دي انا احط ايه احط الدريفتبز اللي انا لسه مطلحها هسويها بسفر زي المثال ده كده ده الدريفتبز اللي انا لسه مطلحها هسويها بالايه بالسفر وابدأ أحل بقى مش أحل أحل بالزبط أنا علشان أقول أن النقطة دي بتبقى أقل لدرجة حرارة أو منموم في درجة حرارة في غرفة السونة هو الحقيقة أنا كل ما كان بقى فيه في غرفة السونة له بعدين X و Y فبالتالي أنا بقولش نقطة واحد أنا بقول نقطتين مع بعض هو النقطة دي لها بعد أو لها قيمة في X وليها قيمة في Y طبعا هي لها قيمة في Z في درجة حرارة بس أنا من عايز أوصل لدرجة حرارة أقولها إيلا للمنموم فبالتالي باعتمد على إيه؟ على البعد اللي في X والبعد اللي في Y فأنا بالتالي علشان أحل المسألة دي يبقى لازم في الحالة دي أشوف إيه النقطة اللي في X والY وأشوف أقل واحدة فيهم فيه طيب تعالوا بقى علشان نوضح الموضوع أكتر من كده أنا عندي حطات الدريفاتيفز بتاعت الزيرو أبص للدريفاتيفز كده حتلاقي فيه الدريفاتيفز حتلاقي فيه علشان الدريفاتيفز ده كله هو مكون من كزا حاجة من ثلاث حاجات أو أربع حاجات هو الأكس وسري أكس نقص ناشر والY تربيع والY نقص ست أربع حاجات مضروبين في بعض علشان السلوب ده كله يساوي زيرو يبقى على الأقل واحد من الأربع حاجات اللي أنا قلتهم دول بتساوي سفر لأن لو واحد فيهم بس بيساوي سفر يبقى سفر حيتضرب في الباقي حيبقى كله صفار يبقى لكده نجحت نخلي سلوب زيرو طب تعالوا ناخد كل واحد من الأربع دول واساويه بالسفر واشوف قيمة الفاريبلز عنده تبقى بكام بمعنى أنا عندي أول حاجة هاي اللي هي الأكس هساويها بالسفر خلص يبقى الأكس بتساوي سفر هادي أول قيمة طيب عندي القيمة دي اللي هي 3 X نقص 12 هساويها بالسفر يبقى إيه هتساوي 3 X وحود 12 دي بالبوصد في الناحية التانية تبقى 12 وبع كده هقول إن الأكس بتساوي 12 على الثلاثة يعني الثلاثة دي هتتقسم هتساوي أربعة يبقى الإكس في الحالة دي بتساوي أربعة طيب ده تاني حاجة طب تالت تالت معادلة اللي هي دي Y تربيع هقول إن Y تربيع بتساوي السفر بيتالي Y بتساوي سفر طب عندي Y رابع رابع حاجة رابع قيمة هنا اللي Y بتساوي أو Y نقص 6 لما قول Y نقص 6 بتساوي السفر منطل بساطة هوادي 6 بوسط في النحط التانية هتبقى Y بتساوي 6 قادي أيه القيمة الرابع كل ده شغال ده شغال فين في البرشل دريفاتيفز الخاصة بالإكس اللي هو الدي F دي X هعمل نفس الموضوع على نفس المعادلة بس لإيه لل Y للبرشل دريفاتيف التاني اللي هو الدي F دي Y هعمل في نفس الموضوع لما أنا أجي ألاحظ هنا تحت هقول إيه طيب معنشان السلوب بتاع Y بتساوي 0 هو بيتكاوب من 4 برضو إيه أجزاء يبقى أي جزء من الأربعة دول يساوي 0 لو في أي جزء من الأربعة دول ساوي 0 يبقى في الحالة دي يبقى السلوب كله حيساوي 0 طيب يبقى أنا هاخد كل جزء من الأربعة دول الواحد وأساوي بال 0 وأشوف قيمة ال variables عند في الجزء ده هتطلع لي كام فأنا عندي أول حاجة هو X تربيع بتساوي 0 يعني X بتساوي 0 على طول تاني حاجة عندي X minus 6 بتساوي 0 يعني معناها إن X ودي 6 ناحية تانية بالبصة بتساوي 6 وعندي دي تاني حاجة تالت جزء اللي هو الواي فالواي بتساوي 0 خلاص بقى بتساوي 0 ما فيهاش حاجة طب رابع جزء اللي هو ده هنقول إن 3 Y ناقص 12 بتساوي 0 هتبقى 3 Y بتساوي هاودي الـ 12 بالبصة في الناحية التاني 12 هيبقى الواي هاقسم 4 كويس قوي يبقى أنا عندي ايه قدي قيم X يعني أنا عندي X بزيرو وX ممكن تبقى باربعة وX ممكن تبقى بستة وعندي الواي ممكن تساوي 0 وممكن تساوي 4 وممكن تساوي 6 طب ايه احتمالية النقط اللي عندي في الموضوع ده احتماليتهم كالقاتي زي ما احنا شايفين يقيم الـ X بسفر والـ Y بسفر يقيم الـ X بسفر والـ Y باربعة يقيم الـ X بزير والـ Y بستة يقيم الـ X باربعة والـ Y بسفر يقيم الـ X باربعة والـ Y باربعة يقيم الـ X بستة والـ Y بزيرو يقيم الـ X بستة والوي بست طب مثلهم على الجراف لو هم بصفار دي نقطة عالية جدا في درجة حرة عالية لو الـ X بزيرو والوي باربعة هنا برضو هتمثل لي الخط ده العالي طيب لو الـ X بزيرو والوي بستة مفيش ستة هو آخر عندي نقطة في السونة خمسة فستة أي حاجة بستة سوى X أو Y فهي outside scope عشان كده أنا إيه أنا بروح لاغي دي وبروح لاغي دي دول مش معانا طيب هاتلي الـ X باربعة في النقطة دي والـ Y ايه بزيرو ما برضو عالية نقطة دي بخمسة وتمانين طيب أربعة واربعة آه لا بصت على بقى أدي أربعة ودي أربعة دي هي أقل نقطة درجة حرارة يبقى دي المنموم بتاعتي يبقى المنموم بتاعي بيتحقق إمتى أو درجة حرارة قليلة بتحقق إمتى لما الـ X و Y بتساوي أربعة واربعة لما الـ 2 بتساوي أربعة فدي بتبقى المنموم بتاعي تعالوا بقى ناخد حاجة اللي هي المسألة الخاصة بالـ Power Tower بس بأسلوب تاني إحنا عندنا ثلاث أبراء كهرباء اللي هو اللبني والبرتقاني والأخضر عايزين كل باور بلانت منهم أو كواب باور طاور منهم له إحدثيات يعني الأولاني له 1 و 2 X و Y بتاعه 1 و 2 والتالي 2 و 5 والتالي 3 و 3 ولما مثلناهم على الـ Graph وما بقهم كده فإحنا عايزين نمدي كابل Fiber أو كابل من الألياف الضوئية بحيث إن كل برج من الأبراج الثلاثة يتصل بالكابل ده عمودي على المحور Y اللي هو الخط اللي هو الضلع ده بالظلط بقى أقل تكلفة ممكنة أنا عندي المعادلة بتاعة الـ Y بتساوي M X plus B ودي المعادلة بتاعة الـ Linear Regression لما تاخدوا المachine learning إن شاء الله هتعرفوا الـ Linear Regression دي المعادلة بتاعه طب لما نيجي بقى نطبق الكلام ده تعالوا نشوف أنا عندي أول طور أول برج كهرباء أهو Add Location بتاعه واحد واثنين يعني إكس بواحد Y باتنين حيكون نكت أو حيتصل بالكابل الفايبر فين في النقطة دي طب النقطة دي هي الإحداث بتاعها كام أحنا لما نقول حنقول مثلا الإحداث بتاعها اللي هي الإكس أو اللي هي اللي هي اللي هي إيه الـ الـ difference في الإحداث بالنسبة للـ Y اللي هي الـ Y اللي هنا ناقص الـ Y اللي هنا اللي هي الاتنين طب الـ Y اللي هنا من المعادلة بتاعتها دي هتساوي إيه M X زائد B طب الـ X بواحد الـ X هنا بواحد أو هتبقى بتساوي إيه الـ M زائد الـ B بس كده ترحى بقى من Y اللي تحت عشان نعرف بالضبط المسافة دي كام يبقى هنا هتبقى M زائد B ناقص اتنين واللي زي ما احنا قلنا ان التكلفة بتبقى مربع المسافة فبالتالي هتبقى M زائد B ناقص اتنين تربيع لان دي المسافة هي المسافة دي هي المسافة ما بين برج الكهرباء وبين الفايبر كابل الفايبر او كابل الالياف الضوئية يبقى المسافة دي بتساوي كام الى M زائد B ناقص اتنين تربيع طب البرج التاني البرج التاني اللوكيشن بتاعه اتنين وخمسة وبيتصل بالكابل الالياف في النقطة دي طب المسافة دي كام بطرح الواي لان هو بيبقى موازل الواي فبطرح الواي لما اجي اطرح الواي طب الواي هنا بكام حتبقى الواي بتساوي M X زائد B طب الام موجود الـ X بكام الـ X هنا بثنين يبقى اتنين X الواي دي بخمسة يبقى ناقص خمسة طب التكلفة بتساوي مربع المسافة ادي المسافة هي ودي نربعتها نفس الموضوع بالنسبة للطور الثالث الطور الثالث او برج الثالث اهو هيتصل بالنقطة دي النقطة دي اللي هي ايه لما اجيب الفرق عشان اجيب المسافة بتاعت المسافة ما بين البرج ومبين القبل الياف الضوائي حقول وallah إن هيا بتساوي اللي هي برضو الواي دي ناقص الواي de ناقص الواي دي فالواي دي بكم بتلاتة م لأن الاش بتلاتة مش整رها بتساوي ام الاش هنا بتلاتة ايه يبقى 3 m bara All y الله ال La顏 De ب 3 يبقى ناقص 3 سكوير يبقى انا كده جبت الثلاث مسافات اللي ما بين كل برج كهربا وما بين كابل الالياف الضوئية اللي حيتم ايه اللي انا هوصله طب اوصل ازاي بقى عشان اقلل التكلفة لاكتر قدر ممكن لازم اجيب قيم الام والبي اللي بيتحقق لي اقل تكلفة اجيبهم ازاي احنا عارفين من المثال اللي خدناه قبل كده ان علشان انا عندي ثلاث حاجات ابركها ربع عشان اجيب تكلفتهم الثلاثة انهم يتصلوا بالكابل الالياف الضوئية في المثال الاولاني كان في بيت كان بيت هو اللي بتصل بيهم بتسوي مجموع مربع المسافة بتاع كل واحد يعني مربع المسافة بتاع الاولاني اللي ما بينه بين الكابل زائد مربع المسافة بتاع التاني اللي ما بينه بين الكابل زائد مربع المسافة بتاع التالت اللي بينه بين الكابل هروح رصيصهم زي ما احنا شايفين كده هون جنب بعض م زائد بي نقص اثنين كل سكوير بلاس 2م بلاس بي ماينس 5 كل سكوير بلاس 3م بلاس بي نقص 3 كل سكوير باي سكوير او 2 سكوير على طول نبدأ بقى نفك الدنيا دي طب عايز افك اول جزء ده الجزء ده يتفك ازاي انا عندي قاعدة بتقول لي ايه ان انا عندي لو انا عندي معادلة زي دي مربعة مرفوع الباورد اتنين عشان افكها الفك بيبقى ايه بيبقى مربع الاول يعني الاول تربيع زائد التاني تربيع زائد التالت تربيع وبعدين الاول في التاني باتنين في اتنين والاول في التالت في اتنين وبعد كده التاني في التالت في اتنين تعالوا نطبق الكلام ده مربع الأول هذه الام تربيع زائد مربع الثاني هذه البي تربيع زائد مربع الثالث مربع الثالث مينس اتنين مربع مينس تو او مينس اتنين باربعة بزدف ده اول خطوة بعدين الأول في الثاني في اتنين يعني الام في البي في اتنين زائد الأول في الثالث في الثنين طب الأول M والثالث minus 2 يبقى minus 2 M في الثنين يبقى minus 4 M اللي هي دي زائد الثاني في الثالث في الثنين يعني البي في minus 2 في الثنين البي في minus 2 ب minus 2B في الثنين يبقى minus 4B اللي هي دي طب تعالوا نتأكد برضو من طبعا الزائد الزائد دي هي الزائد دي نفق دول 2M plus B minus 5 square نطبق نفس القاعدة مربع الأول يبقى مربع الـ 2M يبقى 4M square لأنه مربع الـ 2 باربعة يبقى 4M square مربع الثاني الـ B يبقى B square مربع الثالث اللي هي خمسة يبقى 25 طبعا بصف لأن التربيع بيشيل الإشارة طيب نيجي بقى للخطور اللي بعدها الأول في الثاني في الثاني يعني 2M في B في الثاني يعني 4M بي طيب الأول في الثالث في الثاني يعني الـ 2M في مينس خمسة في الثاني طبعا 2M في مينس خمسة بمينس 10M في 2 بمينس 20M أهي وبعدين الثاني في الثالث يعني بلاس B في مينس في مينس 5 يعني 5B في 2 يبقى مينس 10 مينس 10B اهي والزاق اللي هي اهي نيجي لتالت حاجة اهي دي يفكها زي ما تعلمنا 3M تربيع التلاتة بمربع بتاعها بتسعة والم تربيع اهي البي بسكوير بتربيع اهي التلاتة اللي هي مينس 3 مربحة بلاس 9 اللي هي دي زائد الاول في الثاني في اتنين يعني 3M في بي في اتنين يعني 6M بي الاول في الثالث في اتنين يعني 3M في مينس 3 يبقى مينس 9M في اتنين يبقى مينس 18M اهي في الاي التاني في الثالث في اتنين يبقى بلاس بي في مينس 3 مينس 3 في 2 يبقى مينس 6 بي. يبقى انا كده فكيت الثلاث اجزاء اللي عندي في المعادلة. اجمع. عندي ام تربيع زائد اربعة ام تربيع زائد تسع ام تربيع بيساوي اربعتاشر ام تربيع. عندي بي سكوير زائد بي سكوير زائد بي سكوير هيبقى ثلاثة بي سكوير. عندي اربعة زائد خمسة وعشرين زائد تسع هتسوي ثمانية وتلاتين. عندي اتنين ام بي زائد اربعة ام بي زائد ستة ام بي هيبقى اتناشر ام بي. عندي اربعة ام زائد عشرين ام زائد تمنتاشر ام طبعا كلهم بالمينس هنا هيبقى مينس اتنين وربعين ام. برضو نفس الموضوع اربعة بي زائد عشرة بي زائد ستة بي ولان كلهم بالمينس هيجمع بالمينس لاختي المعارض خمس في يبقى ايلا تقن tell 1 20 بي هيبي الاقس يا ده المعادلة بتاعتي هي ده المعادلة اللي بتقول لي اللي انا اجيب ده اللي انا اجيب اللي هو اللاي Golden بتاعكو الكمنكشا ما بين الي مش دق 7 ما بين الأشياء الج throw لو تكون كب fuse ألافة ضوائية بالتلاتة محتوى الخمسة. طب تعالوا بقى نكمل هي المعادلة اللي احنا شايفين شايفين قدامها دي. هي معادلة في ايه? في تو فاريبل. هل هما ايه تو فاريبلز? اللي هما الام والبي. طب ان انا لو عندي فانشنز. وفي تو فاريبلز بطبق عليها ايه? بطبق عليها البارشال دريفاتيبس. باجيب البارشال دريفاتيبس بتاع الفاريبل الاولاني وبحسب التاني بالكونستان. وباجيب البارشال دريفاتيبس. بعتبه الفاريبل التاني وبحسب الاولاني كونستان. طب ما تيجي ننفذ الكلام ده. البي عندي كونستان. خلاص. وهنفذ الكلام ده مين? هقول الاول بالنسبة للام. هجمع بالنسبة للام. لو احنا حسبنا بالنسبة للام. هنبصة هتلاقي اثنين فاربعتاشر بتمانية وعشرين ام. وانت طبعا اثنين مينس واحد ادي ادي الدريفاتيبس بتاعتها. وبعدين دي تلاتة بي طبعا انا مش عاملها يعني دي سابت عندي. هسيبها. وهجيب دي. هتبقى بزيرو لان ده كونستان عندي ملوش حاجة هيبقى بزيرو. طب اتناشر ام بي الام بواحد في واحد في اتناشر بواحد ماينس واحد بزيرو اي حاجة بزيرو بواحد هتبقى اتناشر بي. دي هتبقى اتناشر بي. اللي هي دي. طيب. طيب دي بقى اتنين واربعين ام ما اللي هي بيتNick بوعيد وقت بواانس واحد بواحد بزيرو هتبقى اتنين واربعين هتنزل هنا هي اتنين واربعين. و طبعا دي فانسنس فانشن اوف بي بعمل لها البوكس اللي احنا قلنا عليها. ودي التلاتة بي برضو بعمل لها البوكس اللي احنا قلنا عليها فده لو مش موجودين معنا. مش هحطهم. دلوقتي. فيبقى لما انا جا عامل بارشال دريفاتيفز اللي هي الضاي اي بالنسبة للام ضاي ام حيتسوي 28 ام بلاس 12 بي نقص 42 طب اعكس اجيب البارشال دريفاتيف الثاني بالنسبة للبي طب ما هو بالنسبة للبي انا هخب الام هنا اخب الام بس الحاجة اللي فيها ام بس وحاجيب ده ده تلاتة بي سكوير يبقى الاتنين في تلاتة اتنين في تلاتة بستة وبي اتنين نوع مانس وان يبقى ستة بي ايه ودي اتناشر ام بي هتبقى اتناشر ام لان انا هنا بحسب بالنسبة للبي فالبي هتبقى واحد في اتناشر واحد مانس واحد هتبقى بي باور واحد او باور زيرو باور اي حاجة باور زيرو بواحد فبالتالي البي هتروح خالص وهتفضل الام فهيبقى اتناشر ام ناقص معنا ليش دعوه بقى انا حاجي بقى حاجي بالام دي مليش دعوه بيها يبقى ناقص عشرين بي يبقى برضو ناقص عشرين بي هتبقى ناقص عشرين لاني بي بقى هتبقى واحد ماينس واحد بزيرو هتبقى بيمينس زيرو وايه حاجة باور زيرو بوان واحد في في ماينس عشرين هتساوي عشرين اللي هي اللي هي دي يبقى انا كده كبت ايه جبت التو دريفتفز بالنسبة للام وبالنسبة للايه للبي نبدأ بقى باستخدام التو دريفتفز دول احسب الام والبي تعالوا بقى كده احنا نرسم الوقات دي المعادلة الرئاسية وادي التو برشال دريفتفز بتوح ده ان ريس بيكت تو ام وده ان ريس بيكت تو بي اعمل ايه بقى عشان اطلع الام والبي هطرح الاتنين دول من بعض بس انا هطرحهم علشان اطير واحد ملي يا الام يا البي انا عايز اطير البي طيب البي هنا فيه اتناشر بي بوزتيف وهنا فيه ستة بي فاضرب الستة بي دي في اتنين بيبقى اتناشر عشان لما اطرح يبقى نقص اتناشر نقص اتناشر تروح مع بعض هروح ضرب دي الاول في اتنين اضرب دي في اتنين هتطلع لي دي اتناشر تبي اربعة وعشرين ام نقص اربعين بتسوح 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 زيرو وهروح حطط وراها الده اللي هو البرش اللي انا هطرح منه فحبص هلاقي طبعا هنا في ناقص هتبص هتلاقي ان دي راحت معدي وتمانية وعشرين ناقص اربعة وعشرين بتسوي اربعة ام اهي وناقص اتنين واربعين اربعين ناقص اتنين واربعين هتبقى مينس تو اهي بتساوي زيرو هيبقى فور ام بتساوي اتنين وهيبقى الام بتساوي نص يقدي اول قيمة للام قدي الام بتساوي نص هروح واخد الام ومعاوض عليها في معادلة دي عشان اجيب البي يبقى عندي ستة بي زائد اتناشر في قيمة الام بنص ناقص عشرين بتساوي زيرو هتبقى ستة بي زائد ستة لان اتنين هنا هتبقى ستة لما اقسم ناقص عشرين بتساوي زيرو يبقى ناقص عشرين وزائد ستة هيبقى ناقص اربعة اشر هوادي ناقص اربعة اشر الناحية التانية بالبوستف هتبقى ستة بي بتساوي اربعة اشر دي هتساوي سبعة على تلاتة وقادي قيمة البي يبقى انا كده طلعت قيمة الام وطلعت قيمة البي تعالوا بقى نرجع للجراف بتاعنا قادي المعادلة بتاعتي اللي انا طلعت بعد ما عملت لها بقى دريفتز وا 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 وجمعت اهي طلعت منها قيمة الايه الام وقيمة ايه البي ولو انا عوضت القيمة الام وعوضت القيمة البي في المعادلة دي هيبص هنلاقي الناتج عندي اه فور بوينت وا 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 minimum value اللي انا ازبط عليها القصد. هرجع بقى هنا. اطبق الكلام ده انا عندي قمت الام وقمت البي. انا عندي هنا. هنا ده اللوكيشن واحد واثنين. يبقى المفروض هو يكون نكتب في اللوكيشن كام? هو خلاص الاس بواحد. طب الواي اللي هو هيعمل كونكتي بيه. الواي في النقطة دي احنا مش قلنا الواي بتساوي الام زائد البي. لان الاس بواحد يعني لما هو الام اكس الاس بواحد يبقى خلاص يبقى ام زائد البي. تمام? طب الام بكام بنص زائد البي سبعة على ثلاثة. طب اجمع الاتنين هتلاقي هم هو بالزبط المسافة دي. اتنين وشوي اهي دي. يبقى دي النقطة اللي هيكون انت بيه. نفس الموضوع هنا. دي احنا قلنا بتساوي كام النقطة اللي هو بقى اللي هو هي اللي هو حنمادي دي كده موازي للواي عشان يعمل كوننكت هنا. دي تلاتة وشوية تلاتة وثلاثة من عشرة تقريبا. فدي بتساوي ايه? النقطة الكنكتشن دي بتساوي ايه? الاكس زي ما هي الاكس بتقيب اتنين. تيبقى لما انا طبع الام اكس زائد اتنين فالام هنا هتبقى بنص. والاكس بكام باتنين. زائد البي بسبعة على ثلاثة. لما حل دول هبوس هتلاقيه تقريبا ثلاثة وشوية لها نفس النقطة دي نفس بالزبط الاحداثي ده. طب الثالثة قادي المحور الموازي الواي اللي هي حيبدأ يعمل يتكوننكت طب النقطة دي بتساوي كام? برضو هعملها بنفس الاسلوب. الواي بتساوي الام اكس زائد بي. فالام هنا بنص. والبي هنا والاكس بتلاتة. يبقى تلاتة على اتنين. زائد سبعة على تلاتة. هتبوس هتلاقيه نفس الاحداثي اللي واصل في الجزء ده. طبعا لما جيب التلات احداثيات دول بقى وزبط الخط الفايبر بقى مرر بهم. يبقى في الحالة دي ايه? انا خط الاقل تكلفة للتلاتة طاور اللي عندي اللي هو الباور طاور اللي عندي بالنسبة لخط الالياف الضوء. ده الاسلوب اللي احنا بنستخدم في الرياضة علشان نعمل خاصة بمشين ليرنينج او اا ديب ليرنينج زي ما هناخد لما نيجي نكمل في المحاضرة الجاية ان شاء الله واللي بعدها هتعرفوا ازاي احنا بنعمل الكلام ده بالنسبة للنيورال نيتروك او و adjusting بريضة فيها. بكده اكون وصلت لنهاية محاضرة النهاردة. اه ا اتمنى ان كنتوا تكونوا في امتوع قويس. اه اه وإلى اللقاء إن شاء الله بإذن الله في المحاضرة القادمة.